عملياً الاقتصاد الأوروبي وجزء كبير جداً من الاقتصاد الأمريكي اتبنى بسبب أفريقيا إما باستغلال الثروات الأفريقية أو باستغلال الطاقة البشرية الأفريقية حتى الولايات المتحدة الأمريكية لما كانت هناك يعني للأسف زمان أسبانيا والبرتغال تصدر الإخوة الأفارقة ويتم استعبادهم والتنكيل بيهم للعمل في المزارع بلولايات المتحدة الأمريكية أنزاك أو بأمريكا الشمالية والجنوبية والكريبي وما إلى ذلك وأوروبا واستغلالها للمواد القام والثروات الأفريقية لسنين طويلة يعني طيب هل لازال العالم يظن أن هناك نهضة اقتصادية دون أفريقيا بس أفريقيا دلوقتي لا هينفع تحتل ولا تستعبد ولا تستغل ثرواتها وبالتالي التعامل مع أفريقيا يجب أن هو ياخد منحة مختلف تماماً أنا متفق معك شكراً ومضمون أنت سألت وأجابت بس خليني أكمل على إجابة بقى حضرتك في جزء ده جزء منه مرتبط حضرتك بتأسيم أفريقيا أنت النهاردة فرنسا عندها فرانكو فونية وفي مجموعات أخرى مرتبطة بالأنجول الفونية وبالتالي مرتبطة بحاجتين الجزء الخاص اللي حضرتك به أن أنت عايز تدور على نظام أكثر عدالة لهذه الدول لازم تدي حضرتك تعوضات لو مدتش تعوضات مين اللي هيدفع تعوضات دي؟ هتدفعها الدول الكبرى هتدفعها أيضاً المنظمات الدولية زي البنك الدولي والسندوق وهيئات الاقتمان الدولية وغيرهم ليه؟ لتصويب مصار الاقتصادات الإفريقية اقتصادات الإفريقية حضرتك بتعاني من مشاكل بينية النهاردة أنت بتتكلم على عدد سكان القرى الأوروبية لو أنت أضفت ليهم حتى في البعض الديمغرافي بريطانيا حتى بعد خروج المتحاد الأوروبية فوق 500 مليون انت بتتكلم على أفريقيا بتصل إلى 3-3.5 مليار البعض الديمغرافي لكن العدالة هنا وانت بترسم نظام أكثر بقى اتزاناً وانصف لحضرتك ولية لابد أن تدفع تعوضات التعوضات أو المخصصات المالية اللي اتقررت في الأمم المتحدة لم تنفذ انت حاطت رقم بتصل إلى 200 مليار على إنه 7 سنين 10 سنين وفق الخطط المستدامة 20-30 هل حتقدر حضرتك تدفع ده النهاردة؟ السؤال المشروع للدول الكبرى هل حتستطيع أن تدفع هذه المبالغ؟ خلي بالحضرتك أستطيع واللي عايز؟ الاتنين أنا في تأديري لابد أن تتوافر إرادة سياسية أستاذ يوسف إذا لم تتوافر مش هيبقى فيه أي قابلية لهذا عملوا مشروع جنرال مارشل بعد الحرب العالمية التانية طبعاً كان فيه إرادة طبعاً دول اللي هي ليس لديها مشاكل في الانبعاثات الحرارية لأنها ملتزمة باتفاقيات باريس واتفاقيات المناخ وغيرها لأنها ما بتستخدمش الوسائل الحديثة كلمة الانبعاثات الحرارية اللي بتكلم حضرتك فيها والاقتصاديات الخضراء اللي أنت بتنشدها والمفاهيم بتاعت الروسوجين الأخضر وكل ده دخص بأوروبا بالدول الكبرى النهاردة بلجيكا حضرتك فيه دول ممثلة للدول العشرين مجموعة العشرين مجموعة العشرين دي موجودة وحتشارك في المؤتمر على المدى اليومين فيه جلسات عمل للاستماع فيه مطالب حضرتك أنت بتطلب إيه كأفريقيا النهاردة أستاذ يوسف بتطلب نظام بيئي أكثر عدالة يعني إيه نظام بيئي يعني النهاردة أنا بتكلم على أمن طاقة بتكلم على طاقة نظيفة بتكلم على أجين تتعمل مختلفة بتكلم على مواجهة الحرب البيلوجية اللي موجودة دلوقتي بتكلم على تعودات لازم تتفحها الدول الكبرى على سبيل المثال الصين فانت النهاردة هتاخذ اللقاح أو الأمصال عايز توطنه في أفريقيا لابد أن يكون فيه عند حضرتك توطين لده عشان ما حدش يقول براءة الاختراع الملكية كل دي أمور انت بتطالب بيها في إطار النظام الأكثر إنصافا لإيه للأفارقة مشكلة أفريقيا النهاردة إنها لا تزال بطبيعة الحال الاقتصاديات تعاني من أزمات بنيوية هيكلية فلازم تعمل تصويب للمصار ده يمكن حضرتك لاحظت إن في كلمة سيد الرئيس في القمة بتاع سكوتلندا النسخة الماضية اتكلم في إيه قال سيادته حكتين لازم تدفع تعودات للدول الحاجة التانية نظام الإعاشة معا إن احنا نقدم رؤية مقاربة نقرب وجهات نظر فيه أولويات لكن السياسة يعني عشان أكون أمين مع حركة التحليل تضغى على البعد الاقتصادي السياسة في خلفية الأحداث وأعوذ بالله من السياسة وشر السياسة فبالتالي الرؤية الاقتصادية موجودة والإرادة قد تتوافر لكن المشكلة في الخلافات السياسية روسيا والصين اختلفوا فيه النسخة الأخيرة من مؤتمر المناخ وبطبيعة الحل لن يلتزمه الرئيس الروسي قال إن أنا هعمل استراتيجية وهعرضها لم يقدم شيء الصين أكثر دولة بتستخدم لا تزال الفحم كما تعلم الطاقة النظيفة مش موجودة فانت النهاردة ما حتى بتتكلم على أمن الطاقة المفهوم أمن الطاقة مختلف من حضرتك ليه فبالتالي الأجنتة العمل في هذه القمة مهمة إن احنا نقرب مسافة فيه استثمار بقى فيه هذه القمة وده المهم لينا إحنا كمصر عندنا إمكانيات وقدرات هائلة إنك إنت تعمل توافقات بين الأطراف المختلفة